اشتركوا في القناة السعودية والبحرين تقترحان فرض ضريبة على المشروبات الغازية والطاقة بنسبة 100% الصين تعرض قروضا بعشرة مليارات دولار على دول جنوب شرق اسيا اهلا بكم من جديد تعتزم الحكومة الكويتية اغلاق مصفات الشعيب نهائيا في ابريل نيسان 2017 بسبب تقادمها وقبيل تشغيل مشروع الوقود البيئي في منتصف 2018 وتصل الطاقة الانتاجية لمصفات الشعيب الى 200 الف برميل يوميا وهي الاصغر والاقدم في الكويت وتنتج منتجات خفيفة ومتوسطة وثقيلة من بينها النفط العادية وبنزين السيارات والكيروسين وزيت الوقود وزيت الغاز ويوجد في الكويت ثلاث مصاف لتكرير النفط بطاقة اجمالية تقدر بنحو 930 الف برميل يوميا يعتزم اقليم كردستان العراق تصدير عشرة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي الى تركيا على مدى العامين القادمين لكن ذلك قد يتأخر الى 2019 كما يعتزم الاقليم زيادة طاقة التصدير للنفط الخام الى مليون برميل يوميا بنهاية العام 2016 وقعت رامكو السعودية ثلاث اتفاقيات مع شركتين لأعمال الهندسة وتوريد المواد والانشاء لبناء معمل الغاز في الفاضل شمال الجبيل وقالت الشركة انها وقعت مع شركة تيكنيكاس روني داس الاسبانية اتفاقية لبناء مرافق الادخال ومعالجة الغاز واتفاقية اخرى لبناء المنافع الخاصة بالمعالجة او الاعمال كما قامت بالتوقيع مع شركة بيتروفاك انترناشنل الاماراتية لبناء وحدات استخلاص الكبريت منحا جديد للعلاقات الاقتصادية بين الامارات والهند مع بدء صندوق الامارات الهندي للاستثمار في البنية التحتية بالهند جمع 75 مليار دولار لدعم خطط الاستثمار هذا بالاضافة الى توسيع نطاق التجارة البينية بين البلدين الى ما يقارب 160 مليار دولار بحلول العام 2030 يبدو ان العلاقات بين دولة الامارات والهند الاقتصادية والاستثمارية تشهد عقدا جديدا من التطور خاصة وان حجم التجارات المتبادلة بين البلدين تعدى 38 مليار دولار خلال عام 2013 59 مليار دولار هو حجم التجارة الرابط بين الهند والامارات رقم مرشح للارتفاع بقوة الى 60% هذا العام يأتي هذا في ظل توقعات بان يصل اجمالي صادرات الهند من البضائع الى الامارات الى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 وان يصل اجمالي التبادل التجاري بين البلدين الى 160 مليار دولار مما يجعل الامارات اكبر شريك تجاري للهند على مستوى العالم هذا وتحتضن دولة الامارات اكثر من مليونين وستمائة الف هند يعيشون على ارضها مما يعكس حجم واهمية العلاقات والمصالح المشتركة الذي يتنامى بشكل كبير يوما بعد يوم اهمية ترتكز على نقطتين رئيسيتين الاولى ان العمالة الهندية تعد الاكثر انتشارا في الدولة اضافة الى التحويلات المالية التي تقوم بها شهريا والثانية هي اعتماد النمو الاقتصادي الهندية على استمرار امتادات الطاقة من الخليج باسعار معقولة الشركات الهندية تشكل حجم كبير قرابة 44% من الشركات القايمة في المنطقة الحر التي تزيد عن 3000 شركة و28% من ال44 في مجالات الصناعية وتتداول بحجم تجارة تزيد عن 6 مليار درهم اللي هي السنوين ما بين استيراد وتصدير وعالت تصدير استثمارات متوقع يعني تمثل فوق المليارين درهم متقطعت الانظار وهذا لا تشكل بعد الجزء اللي هو البترولي اللي هو طبعا لنا كذا مشروع في منطقة الفوجة البترولية طبعا نحن يعتبر المستثمر الهندي هو اكبر يستثمر في امارة الشارقة ويختلف من قطاع الى قطاع في المنطقة الحرة يعتبر المركز الثاني في المناطق الحرة ما بين هيئة مطار الشارقة الحرة وايضا في الحمرية وايضا المستثمر الهندي لا يقتصر فقط على مناطق الحرة ولكن موجود في جميع انحاء امارة الشارقة نريد أن نروج عن القطاعات التي لا يستثمر فيها في العادة المستثمر الهدي وهو قطاع النقل وأيضا قطاع السياحة وعرضنا أيضا عن فرص الاستثمارية خاصة في قطاع السياحة البيئية وقطاع السياحة الأثرية التعاون الإماراتي الهندية أخذ أبعاد أخرى مع بدء صندوق الإماراتي الهندية بالاستثمار في البنية التحتية بالهند جمع 75 مليار دولار لدعم خطط الاستثمار والتوسع في الجيل القادم من مشاريع السكك الحديدية والموانئ والطرق والمطارات والمناطق الصناعية ومع خزمة الإصلاحات الكثيرة التي نفذتها الحكومة الهندية خلال الخمسة عشر شهرنا الماضية أصبحت الهند أكثر جاربية للمستثمرين الأجانب عبدالله بخو سيم بيسي عربية دبي إلى ذلك ينمو حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند بشكل مستمر حيث وصل في عام 2014 إلى 150 مليار دولار وبلغ التبادل التجاري بين السعودية والهند في 2014 حوالي 40 مليار دولار ويعيش في دول الخليج ما يقدر بحوالي خمسة ملايين وافد هندي يعملون في عملية التنمية الإقليمية وتعمل الهند حاليا بالتعاون والتنسيق مع دول الخليج على صياغة شراكات محتملة في مجالات أمن الطاقة وتطوير البنى التحتية يسعى بإذن الله تعالى أن تكون المنبكة العربية السعودية وكذلك دول المجلس التعاون الخليجي التعاون بينهم وبين الهند في الصناعات الثقيلة وكذلك في التعدين وأهمية صناعات الأدوية وما صرح به اليوم أن حجم التبادل التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي والهند هي بحدود 150 مليار دول الخليج بتصدر إلى الهند 90 مليار والهند بتصدر تقريبا حدود 60 مليار معي من الرياض مباشرة السكرتير الأول الدكتور حفظ الرحمن الباحث الدبلوماسي في سفارة الهند لدى المملكة العربية السعودية اسمح لأن أرحب بك معنا أولا ودعنا نتحدث أولا عن حجم التبادل التجاري الهندي السعودي يعني إلى أي مدى هو يرضيكم وإلى أي مدى الدولتان الهند والسعودية تسعيان ربما لزيادة هذا الحجم شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا أبدأ بالقول أن الهند والمملكة العربية السعودية تحزيان بأواصل صداقة القوية تتمثل في تاريخ عريق في القدم وحافل بالتعامل التجاري والاجتماعي والثقافي بين البلدين كما نعرف أن التجارة هي من أهم الروابط بين البلدين وبين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي أيضا ولكن نبدأ مع المملكة العربية السعودية وأقول حجم التبادل التجاري بين البلدين السنة الماضية قبل الماضية كانت حوالي 48 مليار دولار ولكن السنة الماضية كانت حوالي 40 مليار دولار وهذا الفرق ليس لسبب انخفاض سعر النفط فقط ليس هناك فرق في التبادل هناك ازدياد لا ذالت التجارة بين البلدين في ازدياد ولكن الفرق هو لسبب انخفاض سعر البترول ونحن نحاول ونحن أيضا متمينين على محاولاتنا وجهودنا لتعديد التجارة بين البلدين وهناك يعني بين الجانبين هناك إصرار وتأكيد على ضرورة زيادة اللقاءات والاجتماعات بين وجاري الأعمال من الجانبين ليبحثوا عن طرق ومجالات جديدة للتعاون ولرفع مستوى التجارة بين البلدين جيد جيد دكتور حفظ الرحمن تعلم أن المملكة تنتظمها هذه الأيام فعاليات المنتدى الرابع لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند من 18 كان إلى 19 نوفمبر هذا المنتدى يأتي تحت عنوان فرص وتحديات الفرص نعلمها في كافة المجالات وفي البلد التحتية والطاقة وما إلى ذلك ماذا عن التحديات؟ ما هي التحديات التي تواجه هذه العلاقة؟ سيد شوف نحن نعرف هذا جيدا أن العلاقة بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي هي تقوم على أصوص قوية هي السقة والصداقة والتبادلات التجارية والثقافية والمسائل المتبادلة وقد شوفنا كما ذكرتم أنتم أيضا أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين قد ارتفع إلى حدود 150 مليار دولار وهذا الشيء موجود ولكن هناك أهمية أن الجانبين لم يروا إلى أماكن وفرص الاستثمار بين البلدين هناك حاجة نحن نصر على ضرورة الاستثمار الاستثمار في قطاعات مختلفة منها قطاع البنية التحتية وتقنية المعلومات ورعاية الصحة والطاقة والزراعة وأمن اللغذية والبتركيماوية هناك فرص متوفرة ولكن حتى الآن لم نرى ولم نجد الاستثمار لا أقول من دول الخليج فقط من الهند أيضا المستثمرون من الجانبين عليهم ضرورة أن ينظروا ويبحثوا عن فرص الاستثمار التحدياتهم لا يتقدمون ولا يأخذون خطبة أمامية حتى الآن هم لا يفكرون ولا يستطيعون أن يبحثوا على ما هي تدابير لرفع المستوى الاستثمار والتجارة من البلدين ففي المنتظى الرابع التركيز كان فقط على البحث أولا وضيادة اللقاءات والاجتماعات والبحث عن فرص الاستثمار والتعاون التجاري من البلدين جيد أنا أشكرك السكرتير الأول الدكتور حفظ الرحمن الباحث والدبلوماسي في سفارة الهند لدى المملكة العربية السعودية كنت معي من الرياض شكرا جزيلا لك تقدمت السعودية والبحرين باختراح إلى لنية التعاون المالي والاختصادي بمجلس التعاون الخليجي لفرض ضريبة انتقائية على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بنسبة 100% بحسب مصادر صحفية وطلبت الدولتان إدراج الموضوع على اجتماعات لنية وكلاء وزارات المالية التي تبحث مختلف القضايا المالية والجمركية والضريبية بين دول المجلس ويهدف هذا المخترح للحد من استهلاك المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة في منطقة الخليج بسبب الأضرار الكبيرة التي تسببها في الصحة العامة للأفراد لازلتم تتابعون جلسة الأعمال من سي ام بي سي عربية فيها بعض الفاصل توقيع عقد إنشاء أول محطة للطاقة النووية مع شركة روساتوم الروسية اشتركوا في القناة القاهرة مع البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية بتوقيع بالأحرف الأولى على قرضين بقيمة أربعة مليارات وخمسمائة مليون دولار منها ثلاثة مليارات من البنك الدولي وطالبت مصر بصرف القرضين على ثلاث دفعات تغطي المراحل الثلاث في تنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادية الاجتماعية لافتة إلى أن الشريحة الأولى ستكون بقيمة مليار دولار من البنك الدولي ونصف مليار من البنك الأفريقي للتنمية وداد البنك الدولي حجم المحفظة المتاحة في مصر والذي كان منتفقا عليه قبل ثلاثة أشهر بمقداره مليار دولار لتصل إلى ستة مليارات دولار رحب خبراء الاقتصاد في مصر بتوقيع عقد إنشاء أول محطة للطاقة النووية مع شركة تروستاوم الروسية حيث ينص الاتفاق على أن تتضمن المحطة الجديدة أربعة مفاعلات نووية بطاقة 1200 ميجاوات من الكهرباء لكل مفاعل وهو ما سيساهم في تلبية احتياجات مصر من الكهرباء على مدى السنوات المقبلة التقرير لياسين الجوهري من القاهرة وأخيرا تنضم مصر إلى نادي الدول النووية تدخل من بابه السلمية من خلال التوقيع على عقد إنشاء أول محطة للطاقة النووية لتوليد الكهرباء فبعد دراسات وعروض عديدة وقع الاختيار على شركة روزا توم الروسية لإقامة وتشغيل هذه المحطة والتي ستضم أربعة مفاعلات نووية من الجيل الثالث المطور بطاقة انتاجية تبلغ 1200 ميجاوات لكل مفاعل وبتمويل روسي كامل وبحيث يتم سداد تكلفة إنشاء المحطة على مدى 35 عاما ومن عوائد إنتاج المحطة من الكهرباء لن تتحمل الأجيال أو موزنة الدولة أبدا في سداد تكاليف إقامة هذه المحطة بل بالعكس سيتم السداد من الإنتاج الفعلي للكهرباء اللي سيتم تولدها من هذه المحطة عقد إنشاء المحطة النووية التي ستقوم في منطقة الضبعة تضمن الانتهاء من إنشاء أول مفاعلين في غضون تسع سنوات من بدء التنفيذ وبتكنولوجيا روسية هي الأحدث في بناء المفاعلات النووية فيما ستشارك الشركات المصرية بنسبة 20% في بناء المحطة الجديدة تم الاتفاق مع جانب الروسي على أنه يكون فيه خطوط انتاج بمعرفة شركات روسية حتى تنشأ في مصر للأشياء خاصة بالمحطة وقطع غير المحطة وخلافه بس تكون على الأرض مصرية يعني ده مجال برضو لما تكلم عن 20% نسبة ليست بالقليلة تتكلم عن أنه يعني هيكون فيه نقل التكنولوجي النوها والهاي تيك هتفتح المجال بالفعل لمزيد من التقنيات في هذا المجال وبتوقيع عقد إنشاء المحطة النووية تكون مصر قد خطط خطوة جديدة ليس فقط على طريق حل أزمة الطاقة وإنما أيضا لتوفير الطاقة اللازمة لعشرات المشروعات التي ستطرح خلال الفترة القادمة مصر بتتطلع أن هي تحقق نهضة اقتصادية كبيرة قدامها مشاريع كبيرة في قناة السويس وقليم قناة السويس وكل محافظة في مصر بتعد ملف بكل المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية ومصر فيها ميزة مهمة جدا أن عندها موارد كثيرة غير مستغلة وبالتالي تقدر تحقق طفرة اقتصادية كبيرة في المرحلة القادمة كانت أحد المعوقات الرئيسية في تحقيق ذلك هو مشكلة الطاقة ومع إنشاء هذه المحطة تصبح مصر دولة وحيدة في شمال إفريقيا التي تمتلك محطة تنتمي للجيل الثالث من المفاعلات النووية يسين الجهريسي MBC عربية القاهرة معي من القاهرة الدكتور جمال القليوبي رئيس مركز المستقبل للدراسات الاقتصادية والسياسية دكتور مساء الخير هل التوجه النووي لمصر في تقديرك هل هو خيار استراتيجي وموفق؟ دعني أطرح واختيار مصر في هذا التوقيت للخيار الاستراتيجي هو أحد الخيارات التي لابد من الاستمرار فيها وليس هناك رفاهية اختيار لمصر أنت تعلم كثير من الناس يعلمون أن كان كثير من الأزمات في مجال الطاقة وخاصة أن كثير من هذه العواقب نتيجة هذه الأزمات أدت إلى تأخير جزء كبير جدا من الاستثمارات التي تم التعاقد عليها في مؤتمر الاقتصادي بشار مشيخ وبالتالي كان لابد للدولة المصرية أن يكون لها كثير من الحلول أحد هذه الحلول ومن تنواية مصادر الطاقة أن يكون لها الدولة المصرية وبقوة المفاعل النووي المصري الروسي والذي كما أشارت من تقرير أنه سوف يبدأ بمفاعلين بقوة لأربع وحدات كل واحدة فيهم تصل إلى حوالي 1200 ميجا وات تحتاج مصر من الكهرباء كل عام على المتوسط السكاني من حيث 3000 ميجا وات إلى 3500 ميجا وات هذا يكلف الدولة المصرية لألف ميجا وات أكثر من مليار دولار دون أن يكون هناك أيضا حسابات لكمية الوقود البترولي المستخدم لتاج الكهرباء كل هذه المنظومة كانت لابد أن يكون استخدام عملية الطاقة الكهروز من الطاقة النووية عامل أساسي ومن ضمن العامل التي تماشى مع السياسات العالمية لأن كثير من دول العالم تعتاج الآن إلى الوصول إلى الطاقة الرخيصة والسهلة وهي الطاقة النووية نعم دكتور التوجه إلى روسيا هل يأتي في سياق التقارب بين البلدين عن القاهرة وموسكو أم أن الصناعة النووية نفسها في روسيا تفرض نفسها وأنها آمنة ومتقدمة وتحقق لمصر المقاصد دعني أطرح لك أن التكنولوجيا الروسية هي تعتبر من أقوى التكنولوجيا تعتبر من الطاقة النووية والمحطات النووية وبناءها أصلا وتكنولوجيا التخصيب لليرانيوم وأيضا لأخوض النووي إذن الموسوعة الروسية في الطاقة النووية موسوعة قديمة وصلت إلى أعلى مستوى للتكنولوجيا المتقدمة هناك أجيال الجيل الثالث وأجيال الرابع الآن وصلت إلى التكنولوجيا الروسية ويقصد بالجيل الرابع أو الجيل الثالث هي معاملات تصل إلى معاملات تقنية عالمية جدا لعملية التحكم في الأمان والإشعاع النووي الذي يمثل خاطر وهاجس لكثير من هذه التصميمات والمحطات المنتشرة الحول العالم لكن دعني أطرح لك لماذا روسيا؟ روسيا الكثير من الأسباب روسيا لأنها الدولة الوحيدة التي تدعم مصر منذ القدم وتدعم مصر دون أن يكون هناك إعداف موجهة لماذا روسيا أيضا؟ لأن التكنولوجيا من الطاقة النووية هي تكنولوجيا متقدمة تصل إلى أنشطة عالمية لروسيا في معظم أنحاء العالم لبناء هذه المحطات النووية تصل إلى حوالي حي 63% من هذه الصناعة إذن هي دولة لها شهرة وقدرة ولها تقنية عالية روسيا لأنها دولة احترمت القدرات المصرية الاقتصادية المتاحة الآن وتدعم مصر بقوة في هذه المرحلة الحارجة بالتالي كان لابد أن يكون هناك نوع من هذا الاتفاق يصل إلى دعم الدولة المصرية في وقت هذا الحارج التي نعاني فيه من نقص السيولة المالية التي تحتاج من فترة كبيرة لإقامة هذه المشروعات الاقتصادية والوقت الحارج التي تتطلب جذب هذا الاستثمار صحيح لماذا روسيا أيضا؟ لأن الاتفاقية بكل بنودها هي تعتاج من أكبر ومن أكثر احترامات بنود هذه الاتفاقية تشمل جزء كبير جدا التفاقيات تتعامل مع كرامة الدولة المصرية مثل دخول الدولة المصرية بشركاتها الصناعية لبناء أجسام المفاعل الأول بنسب تصل حوالي 30% ثم المفاعل الثاني الذي تصل إلى حوالي 60% من نسب التصنيع لماذا أيضا؟ في هذه الاتفاقية هناك بند يتيح للدولة الروسية دعم كوادر المصرية وبناء جيل جديد جيل نووي سعتمد على التسقيف النووي وعلى التعليم النووي هناك نقطة سليسة أيضا عملية دفع هذه التكلفة لهذه المحطتين العملاقتين هذه تصل إلى أكثر من 10 إلى 35 سنة بأقصاد مريحة وبأقصاد تتعامل مع الكيان الاقتصادي المصري نقطة الأخيرة وفاقات الأهمية هناك أيضا اتفاقية ما بين الدولة الروسية بمقتضاها يتيح للدولة المصرية الاحتفاظ بجزء من الوخود النوي والذي قد تكون هناك كثير من الاتفاقات إذا كانت الاتفاقات الاسترالية أو الكندية أو الفرنسية أو الكوريا الجنوبية والتي كانت تحتمد على أن الوقود النوي لابد أن يعود إلى الدولة صاحبة منشأ هذه المحط يا دكتور سؤال أخير لو تكرنت بإيجاز هل يعني توقيع هذا الاتفاق انقشاع السحابة التي مرت وحالة التشنج التي أصابت العلاقات المصرية الروسية بشكل أو بآخر بعد حادث الطائر الروسية هذا سؤال وسؤال آخر يعني فرع فيه عندما يقول الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لن تدفع شيء وأن هذه المحطة ستموين نفسها بنفسها ما الذي يعنيه الرجل دعني أطرح لك المقتضى الأول من شق السؤال وهو موقف روسيا ما بعد حادث طيران تعلم جيدا أن الرئيس بوتين هو من ضمن الروساء الذي يحزو بشعبية قوية لدى الشعب الروسي وهو محل سقه للشعب الروسي ولكن ما بدر بعد سقوط الطائرة هو كان رد فعل أوروبي قبل ما يكون رد فعل روسي وبالتالي وجد أن هذه عملية قد تعود على يقين الشعب بأنه لم يكن لدى الدولة الروسية ورئيسة أي رد فعل تجاه وقف هذه الرحلة وبالتالي كان هو موضوع ينتمي بالأكسرية إلى الشعب وبالتالي لابد أنه يقلل هذا الاحتقان عن هذه الحادثة التي حدثت وبالتالي كان موضوع وقف هذه الرحلات هي موضوع مؤقت لحين الاستقصاء والبحث في موضوع أسباب سقوط هذه الطائرة النقطة المهمة جدا أن الشعب الروسي والدولة الروسية لها تاريخ عريق بدعم الدولة المصرية منذ العهد النصري في سنة 1954 ولها أيضا ثقل ولها نوع من التكنولوجيا والثقلات الشارع المصري وصلنا بالفكرة الأولى نعاسف لضيقة الوقت دعنا ننتقل إلى حديث الرئيس المصر عبد الفتاح السيسي لو تكرمت الحديث ببساطة جديدة هو يعي جيدا أن إن شاء الله في بداية بناء المفاعل لأنه كان هناك لقاء مباشر بين رئيس الدولة المصرية ورئيس تنفيذ الشركة تروس آتم وكان هناك أيضا طلب من رئيس الدولة المصرية في اختصار الفترة الزمنية من 9 سنوات إلى أقل من 7 سنوات أو 5 سنوات بهذه المناجية إذا تم ضغط هذه الفترة والحصول على الطاقة الكهربية إلى متوسط 4800 ميجا وات وهذا المتوقع من هذه الأربع وحدات سوف يكون هناك بيع لهذه الكهرباء إلى شركة القمال الكهرباء وبالتالي تستطيع من خلال هذه الموارد هو تزديد كل نفقاتها في الفترة القصيرة الاتباقية من الاتفاقية إلى ما بعد العشر سنوات أشكرك الدكتور جمال القليو برئيس مركز المستقبل للدراسات الاقتصادية والسياسية كنت معي من القاهرة تعتزم الصين عرض قروض على دول جنوب شرق آسيا بعشرة مليارات دولار لقطاع البنى التحتية وقال نائب وزير الخارجية الصيني إن بلاده ستتيح مساعدة قيمتها 560 مليون دولار للدول الأقل نموا برابطة جنوب شرق آسيا في العام 2016 أشكر حسن متابعتكم لجلسة الأعمال من سي أم بي سي عربية تحياتي والفريق العام في هذا البرنامج إلى اللقاء هذا البرنامج برعاية زين ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا